المغرب ومصر وقع بالقاهرة اتفاقية تعاون ومذاكرتي تفاهم تغطي مجالات السلامة الطرقية والسكك الحبيبية والملاحة البحرية اتفاقيات وقع عليها وزير النقل واللوجيستيك السيد محمد عبدالجليل ونظره المصري كامل الوزيرة وذلك على هامش الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي والأخضر والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا على هامش هذا المعرض تم الإمضاء على ثلاثة اتفاقيات مع دولة مصر بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وتتخص ثلاثة المجالات مجال سكك الحديدية تعاون في سكك الحديدية تعاون في مجال السلامة الطرقية وايضا الاعتراف المتبادل بالرخص في الملاحة البحرية ويعد هذا المعرض مناسبة هامة لتواصل بين كبار مسؤول قطاع النقل في العالم ومنصة عالمية لتعزيز سوب لتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات